بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلته عليه ونيب. لو حضرتك مهتم بشغل السمرات. سواء على الاخشاب والحوائط. لازم تكمل فيديو للنهاية لان جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض. وما تنساش تعمل اعجاب ومشاركة للفيديو. علشان خاطر يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واول حاجة هنعملها بازن الله هنعمل دهان بني غامق. طبعا احنا في الفيديو اشتغلنا اه بلون او بدهان مطفي. بحيس برضو ينشف معانا بسرعة. طيب لو المساحة كبيرة ممكن نشتغل بدهان نصف لامع او لامع او حتى ممكن نشتغل بجليس. طبعا الارضية اللي احنا نشتغل عليها دي ارضية هتكون لون كافيه لامع او نصف لامع. تمام. طبعا حضرتك هسألني هتقول لي ايه ده? طبعا اللي معايا ديا استيكة بتاعة اللي بتمسح الكتابة بتاعة القلم الرصاص احنا بنوضح كل التفاصيل عشان خاطر برضو تبقى ان شاء الله كل المعلومات واضحة. ولو في اي حاجة مسلا اه فايتة ولا كده مسلا او اي معلومة مش واضحة برضو نشوف التعليقات عشان خاطر نقدر نضحة اكتر. موجود بقى بازن الله جماعة في القناة ست طرق مختلفة على ابواب من شغل السمراض برضو لو حضرتك عايز تشوفه. طرق مختلفة عن الطرق دي خالص. وطرق اللي احنا نشغلين بيها برضو ممكن تتعمل على حوائط او ممكن تتعمل على اخشاب. طرق اللي احنا نشغل بها بازن الله. يعني هي طريقة قديمة ولكن يعني احنا حدسناها بحيث انها تناسب للشغل الحديث. يعني هي فكرة قديمة ولكن هي بتحدسها كأنها جديدة. طبعا بنجيب سلك معين ونبدأ نمشط الشغل كله. ونبدأ بالاستيكا كده بحرف الاستيكا نبدأ نرسم الصمرة ممكن بقى نرسمها باي شكل احنا بحتاجينه او احنا عايزينه. طبعا زمان كنا بنجيب الاستيكا وكنا بنجيب خيش. خيش ده برضو كنا بنفرده وكان بيبقى شكل عشوائش وعندها شكله منتظم. يعني ده بقى ايه بأمر لا شكل منتظم عشان دينا شكل حلو. وكنا بنستخدم خامة او كنا بنعمل خامة على قدينا. دي خامة اه اجلاسية. احنا كنا بنسميها اجلاسية. اجلاسية كان بيتكون من ورنيش. وكان بيتكون من زيت ماغلي او زيت كتان. وكنا طبعا بنخفه بشوية نفط. وكنا بنضيف عليه اكاسيد. اكاسيد له اصفر اكسيد احمر اكسيد. وبعد كده احيانا كنا برضو بنلونه بلاكهات. وكنا احيانا برضو بنجيب لاكهات ونضيف عليها زيت ماغلي. بحس ان انا نقدر نشتغل شغل زي كده. طبعا الجليز لما طلع ريحنا جامد. يعني نشتغل في حوائط نشتغل على اخشاب بالجليز. ما شاء الله يعني ما بنشافش برضو معك بسرعة. فيه نروح كده ايه? واحنا شغالين. في كتير برضو من اخواننا الجزائريين واخواننا المغاربة طبعا بيسألوا اه الجليز معناها ايه عندنا? طبعا الجليز اللي هو ايه برضو اسمه في شركة اه جوتن شفاف. طبعا لو مش متواجد عندك الشركة. تمام? ممكن بقى احنا نبدأ اننا نصنعها على ادين. هنصنعها على ادين ازاي? هنجيب خامة اسمها زماط. على فكرة جماعة الحاجات دي متواجدة في الجزائر والمغرب واعتاق التونس. انما باقي الدول برضو بنقول عليه جليز او كل مكانه لمسمياته. بتبدأ نجيب خامة الزماط. ونبدأ نجيب زيت حطب. بنضيف عليها شوية زيت حطب. اللي هو زيت الكتان او احنا برضو بنسميه في مصر. زيت مغلي. وبعد كده برضو بنضاف عليه مخفف مناسب ليه زي. ان شاء الله هيطلع معانا خامة زي الجليز نقدر اننا نشتغل بيه. طبعا زي ما انا ايه بوري كده حضرتك بحرف الاستيكا. ونبدأ نشتغل. وطبعا نبدأ نمسحها. وزي ما احنا اقولنا برضو احنا احنا ممكن نعمل اشكال مختلفة بالطريقة دي. لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا برضو ايه ومهتم بالشغل وان شاء الله هتتابع معانا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد. دايما بتسئل على الفيسبوك او في التعليقات احنا ما بنشوفش الجديد ليه? لان طبعا حضرتك ما فعلتش زر الجرس على الكل فعشان كده ما فيش اشعار بيجي لحضرتك فلازم تتأكد على تفعيل الجرس. بعد كده بيبدأ اننا نقفل الشغل. طبعا احنا عاملينه منتظم. يمكن بقى تعمله بالطريقة بقى لحضرتك عايز تعملها. وده ده هنمط فيه عشان خاطر ينشف معانا بسرعة. برضو لازم نتابع للنهاية لان في حاجة كده بامر الله يعني هنعملها هتظهر كمان الصمرة اكتر. ممكن يتعمل على اخشاب. ممكن يتعمل على حوائط. يعني بامر الله يعني في اي حاجة بيزنها هيبقى شكلها حلو. طبعا احنا كنا عايزين نعمل عليها شغل كمان ديكور ولكن احنا لما لقناها بالشكل ده فما حبناش ان احنا نزود برضو عشان ما نعملش لاغبطة لحضرتك. بعد كده ممكن بقى اننا نطور وبراحتنا نبدأ نزود. اهم حاجة النقطة اللي احنا هشغلين فيها دي. احنا هنعمل هنجيب دهان ورنيش. ونبدأ نلمع الشغل. عشان خاطر بقى الشغل يحلو ويظهر اكتر. ده ورنيش زيتي. طبعا اول ما هنبدأ ندهن هيبدأ يبان معانا. تمام. والورنيش نفسه. يعتبر على الفاتح بالمناسبة بيدي صفار بسيط. اسفرار بسيط. فطبعا في الغم ما بيبانش. ولكن على الفاتح بيبان كده حاجة بسيطة. فاحنا محتاجينه في الشغل ده. نسبة الاسفرار البسيطة ده احنا محتاجينه عشان خاطر يدينا تأثير. اه شغل السمرة والتجزيع. طبعا بيكون حاجة بسيطة جدا يعني. بعد ما بيخلص بيبدأ يلمع. بيبقى ما شاء الله شكله حل. متواجد في القناة ست طرق لصمرات اخشاب. دي الطريقة يعتبر السبعة. وكل طريقة مختلفة عن الطريقة التانية. برضو اه ما تنساش برضو ايه لو ما شفتش الفيديوهات قبل كده تاخد جولة في القناة ان شاء الله هتشوف فيديوهات كويسة. وفي اخر الفيديو خالص هنجيب لقطات سريعة كده عن الصمرات اللي احنا ذكرناها. تمام? كده ما شاء الله الشهر يبقى حلو. بعد ما بيخلص. وبإذن الله برضو ان شاء الله هنعمل آآ طرق تانية من الصمرات. ونشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير. دي يا جماعة شكل الصمرات اللي احنا قلنا عليها. كان معاكم اخوكم بهاي الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.